في مواجهة كورونا تتكامل اجراءات حزب الله مع جهود الدولة اللبنانية لدرء تفشي الوباء في لبنان الحزب يعمل هنا في خضم مواجهة شرسة دفاعا عن اللبنانيين وعن صحتهم جهوزية تامة وفق هيكلية منظمة هكذا هي الصورة هنا في الجنوب اللبناني قرب الحدود مع فلسطين المحتلة لمواجهة جائحة كورونا حزب الله منذ اللحظة الأولى لدهور هذا الوباء رفع شعار المقاومة المجتمعية نحن أكيد هلأ عم نشوف شيء صار لفترة عم يتحضر هذا الشيء اللي عم يتحضر هو ضمن عمليات خطط الطوارئ والجهوزية المستمرة دايما سواء كانت ضد العدوان الإسرائيلي أو بلحظة احتياج مجتمعنا لإلنا بميدان مختلفة لسيما بميدان مواجهة هذا الفيروس القاتل الحزب طوع آلاف الشباب للقتال في سبيل الحياة ودربهم على احتواء آلاف الحالات إذا ما تفشى الوباء كما أنشأ مراكز للحجر الصحي ومراكز للكشف الأولي وجهز مئات الآليات الخاصة لنقل المرضى نحن عنا سيارات جاهزة لحتى تدخل على كافة سيناريهات اللي ممكن نواجهها إن كان مريض مشتبه فيه بقلب بيته أو عم ننقله من مستشفى على مستشفى على جهاز الاسبيريتر ويكون عادة وضع صعب حطينا خطة لاستقبال الأصعب عشان هيك كانت خططنا مبنية على الأسوأ الاحتمالات الأسوأ ورحنا أمنا بالمساحات المطلوبة وأمنا مجموعة لبأس فيها من المحاجر ليمكن استخدامها عند بأي لحظة لم يغفل الحزب في خطته الواقع المعيشية الصعب التكافل الاجتماعي يشكل أولوية في عمل الحزب بهدف عبور أزمة كورونا بأقل أضرار ممكنة جمع الغربي صور جنوب لبنان الميادين